أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأعز التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورد في دعاء الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه وعلى أبنائه قوله في دعاء استقبال شهر رمضان المبارك قال عليه السلام اللهم صل على محمد وآله وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حددت وفروضها التي فرضت ووظائفها التي وظفت وأوقاتها التي وقت وأنزلنا فيها منزلة المصيبين لمنازلها الحافظين لأركانها المؤدين لها في أوقاتها على ما سنه عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وسلم في ركوعها وسجودها وجميع فواصلها على أتم الطهور وأسبغه وأبين الخشوع وأبلغه هذا حديث الإمام هذا دعاء الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يعلمنا فيه كيف نعود أنفسنا على الاهتمام بالصلاة ومواقيت الصلاة وحدود الصلاة وأحكام الصلاة في شهر رمضان المبارك لأنه في الأعم الأغلب في الآيات الشريفة وفي الأحاديث الشريفة أيضا عندما تم الحديث عن الصلاة جمع معها الصوم غالبا هناك ربط بين الصوم والصلاة بشكل عام في الأحاديث وفي الروايات وعلى كل حال الصلاة كما ورد هي عمود الدين نحن يلفت نظرنا الإمام زين العابدين ويجب أن ندعو الله دائما لتكون هذه الصلاة الصلاة المحافظ عليها الصلاة التي تؤدى كما يفترض أن تؤدى كيف؟ أول نقطة اللهم صل على محمد وآله وقفنا فيه على مواقيت الصلاة الخمس يعني أنه نحن نكون جماعة متشددين في أوقات الصلاة الصلاة في الساعة الفلانية ما من أخر ديئتين وثلئتين وأربعة وخمسة لأنه كما كان ينقل على بعض العارفين رضوان الله تعالى عليهم أنه إذا تعودت على أن تؤخر الصلاة تعود على أن تؤخر كل أفعالك وأعمالك اللي بتعود يتهامن بوقت الصلاة وبيأخرها بسرعة عنده عادة وجهوزية أنه يؤخر كل شيء بحياته بيأخر وظائفه بيأخر بيأخر مسؤوليته بيأخر أعماله بيأخر أشغاله ليه؟ أنه تعود أنه يؤخر صلاته إذا أحببت أن تنظبت في أعمالك كلها ابدأ بالانضباط في المحافظة على أوقات الصلوات يعني أول وقت الصلاة اترك كل ما في يدك من عمل أو شغل أو درس أو أي شيء واذهب إلى الصلاة وليكن عملك الآخر بعد الصلاة شغلك درسك بعد الصلاة هذا الأمر الأول أن ننتبه إلى مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حددها الله سبحانه وتعالى نعرف حدود الصلاة شو هي نعرف أنه أنت ما فيك تفوت على الصلاة وأنت في برأبتك حق لإنسان مؤمن ما فيك تفوت على الصلاة وأنت ظالم الله ما بيبلك صلاتك ما فيك تفوت على الصلاة وأنت حاقد على مؤمن أو حاسد لمؤمن ما فيك تفوت على الصلاة وأنت بدت شبعانا وتعلم أن بعض أرحامك أو جيرانك هو جائع ما فيك تفوت على الصلاة وأنت هيك بدك تحافظ على حدود الصلاوات ما فيك تفوت على الصلاوات وأنت مستعجل مش مستحضر قلبك ولا منتبه لأنه أنت عم تخاطب الله سبحانه وتعالى بتوقف في محراب الصلاة كأنها تقف بين يدي أي إنسان أي إنسان آخر أي صديق أي زميل أي إنسان تعيش معه ليست هذه حدود الصلاة ليس هكذا يدخل إلى الصلاة الصلاة يجب أن تذهب إليها بخشوع بحضور أو أن تدخل إلى الصلاة ومتوذي وضوع عن بؤريب مثلا وجايد صلي الصلاة لبدك الله سبحانه وتعالى يعمل لكيها معراج يقربك إليه هذه اتنين ثلاث ووظائفها التي وظفت وأوقاتها التي وقت وأنزلنا فيها منزلة المصيبين لمنازلها أهم منزل من منازل الصلاة هو الصلاة بحضور قلب هو الصلاة بخشوع هو الصلاة بتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لأن شو إليه من الصلاة إذا ما كان فيها حضور بتسقط واجب بس لا بتعمل لك معراج ولا بتعمل لك قرب ولا بتعطيك آثار الصلوات لا بتعطيك ما بتدخلك في سجل واجعلني من المصلين ما بتدخلك في سجل ربي ومن مقيمي الصلاة ما بصير من مقيمي الصلاة لا لأنك أنت بس نزلت تسقط عنك الواجب ما أديت بحدودها بتوجه حقيقي بانضباطية حقيقية فت على الصلاة وفيه براسك وبقلبك مئة هم وغم ومئة تفكير بالأمر الفلاني والفلاني وشغلي بتاخذك وشغلي بتجيبك أثناء الصلاة وشك بياخذك وشك بيجيبك أثناء الصلاة مش هيك الصلاة وأخيرا الحافظين لأركانها من ركوعها وسجودها وقيامها المؤدين لها في أوقاتها على ما سنه عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم ختاما أيها المؤمن عندما تقف لتصلي في محراب الصلاة تستطيع أن تقول صلاتي هذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو تشبه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى في هيئتها حتى في شكلها حتى في ركوعها وسجودها وقيامها مش أن بحكي بس فيما مسألة حضور القلب أن لنا أن تحضر قلوبنا كما كان يحضر قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ألا نستطيع أن نستحذرها بعض الحضور بعض التوجه إذن عندما تصلي قل في نفسك سأعرض صلاتي هذه على رسول الله صلى الله عليه وآله أو على أمير المؤمنين أو على فاطمة صلى الله عليه وآله وسلم أو على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لأله لصحبه حمد أنت كيف تصلي صلي قدامي صلى قدامي وقال له هكذا تصلون بسر عمر الواحد منكم ستين أو سبعين عاماً ولا يحسن الصلاة بقول حمد أنا خجلت قدام الإمام الصادق عليه السلام تعوني نحن ما نخجل في الدنيا نخجل أحسن ما نخجل في الآخرة تعوني نخجل في الدنيا نعرض صلاتنا على أي عالم على أي مؤمن تقي ورع نثق به ونثق أنه يفهم بالصلاة نقول نحن هذه صلاتنا هل تشبه صلاتنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلنجتهد لتكون كذلك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته